يعني بعض الناس الآن والعياذ بالله يشهدوا الله على شيء وقع منه طيب هل هذا وقع صحيح ولا لا إذا وقع صحيح الحمد لله يقول يشهد ربي أن هذا شيء حصل معي أشهد ربه مع أن السلف يخافون من هذا يخافون لأنك أشهدت ربك والله عز وجل على كل شيء شهيد الله عز وجل لا تخفى عليه من عبادي خافي فإذا كنت صادقا الحمد لله إذا كنت ها مرتاب أو كذاب لا حول ولا قوة إلا بعض العلم والعياذ بالله يقول في هذا قولا عظيما لماذا؟ لأنه كذب على الله كذب على الله والذين يكذبون على الله لا يفلحون لا يفلحون فهو الآن راقب الناس ولم يراقب رب الناس بل إنه أشهد رب الناس على أمر يريد من الناس أن يصدقه كذب نسأل الله العافية فيا أخي الفاضل أبو صالح هذا يرجع فيها إلى نية الشخص وأنا أنصح أن يبتعد الناس عن مثلي هذا بعض الناس يقول الله يشهد علي ويقول الله إن شاء الله أني ما كذبت والله يشهد علي ما في داعي قد يخطئ الإنسان وينسى بعض الناس ينسى وبعض الناس يخطئ ويتوهم فكيف تشهد الله على أمر وأنت مرتاب فيه